طب ازاي بقى نستفتح السنة الجديدة؟ ازاي بقى نطبق عبادة الاستفتاح؟ اه، انا بحب ان انا نسمي الاستفتاح عبادة وقيمة في فن جميل اسمه فن الابتداء انا بحب اعلم الناس فن الابتداء لان الناس متعودة دايما ان ازاي يختموا الكلام لكن كمان لازم نعلم الناس ازاي يبتدوا الاشياء ففن الابتداء ده ما بننتقنه بيساعدنا في السير الى الله وبيساعدنا ان حياتنا تبقى ميسرة وفن الابتداء ده ممكن اقولكم شوية مهارات من مهارات الابتداء انا عندي خمس مهارات وهي مهارات قلبية على مهارات حياتية احنا محتاجين نعملهم عشان نستفتح السنة الجديدة اول مهارة واول خطوة نعملها عشان نعيش عبادة الاستفتاح وكمان نعيش واحنا بنطبق قيمة الاستفتاح اول حاجة الانتهاء انا عنقولكم الخمسة بسرعة ونرجع نفصل فيها يبقى اول حاجة الانتهاء تاني حاجة عشان نبقى ماشيين مع بعض بعد الانتهاء كمان الابتغاء تالت حاجة الاكتفاء رابع حاجة بعد الاكتفاء الاقتداء خامس حاجة وآخر حاجة لابد ان احنا نعملها لابد ان احنا يكون عندنا ارتواء نرجع بقى نفصل لوحدة واحدة واحدة انتهاء يبقى اول حاجة لابد ان احنا ننتهي ننتهي من ايه احنا قلنا اول حاجة في الخمس مهارات مهارة الانتهاء لازم فيه او فن البداية ان احنا نبطل او نترك اي بداية فيها ترك يعني ايه انك تترك الزنوب اللي بتعوقك في السير الى الله ان انت تترك مش لازم الزنوب يعني ان تكون الزنوب يا سيدي معصية انت بتعملها بان انت بتطلق النظر او بس لا ممكن تكون معصية كمان مش بس ان انت تترك الكذب لكن ممكن فيه معصية تانية ان انت تترك ان انت تترك الايمان بالاوجاع وتقدسها تترك الادمانات زي ادمان المظلومية وادمان سوق الظن بالله وادمان الغدر تترك ان انت تشوف ان ليك حق على الناس وما تشوفش ان الناس حق عليك وانت بتستفتح السنة الجديدة لازم تقرر ان اللي انت هتتركه وهتنتهي منه يكون دلوقتي واجب وقته دلوقتي فالزاك ده فن ان انت تقول انا هبطل مظلومية انا هبطل احساس بدي الدنيا تبطل يبقى اول حاجة الانتهاء تاني حاجة الابتغاء والابتغاء معناه انك تجعل بصلتك الى الله يعني تجعل بصلتك ان انت زاهب الى الله فمن كانت اجرته الى الله ورسولي فاجرته الى الله ورسولي يبقى انت عايش في السنة دي رحلة رحلة فيها ايه ولله المشرق والمغرب فانما تولوا فثم وجه الله ان الله واسع عليم يعني الله يتوجه هيجد وسع الله يعني الذي يتوجه ويقصد وجه الله ايه اللي يحصل يجد السعة يعني انت لازم تقصد وجه مولاك في كل شيء وتفر ايه ففروا الى الله فالفرارة هنا المقصود بيه الهروب تهرب منك الى الله ولكن وانت مش بتهرب عشان انت خايف من الضياع ولكن لان انت عارف طريق النجاة انك تبتغي وجه مولاك وانك تقصد الله سبحانه وتعالى في كل شيء وانك تريد وجه مولاك سبحانه وتعالى في طعامك وفي شرابك وفي حياتك وفي كلامك وفي سكوتك كل ده هو ده معناه اللي ابتغاء يبقى ان انتهاء من الذنوب بما فيها ذنوب الايه ذنوب الحياة انا ماسميه الذنوب الحياتية زي الكآبة والقلأ والوجع وسوء الظن في التعالى كل ده لبقى ده الانتهاء تاني حاجة الابتغاء تبتغي وجه الله تالت حاجة الاكتفاء يعني ايه ان انت تتعود وانت بتسير الى الله وبتمشي في الحياة انك تكتفي بالله سبحانه وتعالى ما تبقاش مستني حد ليه طيب ولا حياتك واقفة على حد ولا ان حياتك لو في فلان انت عشت ما فيش فلان حياتك انتهت لا 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 لازم تكتفي بالله يعني ايه يعني الله هو اصل حياتك لا سواء اليس الله بكاف عبده يبقى تكتفي بالله وما تنتظرش بوسي سيدي ما تنتظرش علو علو الهمة ولا ان انت يبقى لك همة لا اكتفي بالله في العمل وما اتطورش على تحالفات في العلاقات بينك وبين الناس ولو ما لقيتش انت تحس ان انت بش تنجح لا اكتفي بالله اكتفي بالله كمان وايش ويعيش مع اهلك مع اهل بيتك اكتفي بالله وادخل بالسعادة وادخل بالكلام الحسن على كل من حولك فجأة هتلاقي الناس كلهم بينجذبوا ويقولك ده انت بقيت طيب قوي في ايه اللي حصل فربنا سبحانه وتعالى لما تكتفي بيه يطيب لك القلوب فتقبل ويقبل الناس عليك اكتفي بالله بيتك وما تحولش الاخلاق الى بيزنس او مكنة تدر عليك الربح تبقى بتعمل الاخلاق مع اولادك عشان ايه عشان تربح كلمتين ان انت زوج كويس او تعملي كده مع اولادك عشان يقولولك ان انت نجحت في تربيته لا 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 خالص انت مكتفية بالله هتعملي كده سواء قالوا او ما قالوش هتعمل كده سواء سمعوك الكلمتين او ما سمعوكش ان ان انت مكتفي بالله